نبدأ بالعنوين رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن إفشال مخطط إيراني لنصب مئات الصواريخ في الأراضي السورية الرئيس الإيراني يصف المتظاهرين بالأعداء والأمن يلاحق عائلات المعارضين الفارين الأمم المتحدة تحذر من عواقب منع الأفغانيات من العمل في المنظمات وتدين زيادة القيود على المرأة وفي ملفات الخامسة من الطاقة والأغذية إلى صواريخ كوريا الشمالية أرقام نقياسية لـ 2022 إذن مشاهدين نبدأ الخامسة من تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي والذي أكد أن السلاح النووي الإيراني يظل أكبر تهديد محتمل كوخافي أشار إلى أن عملية صنع القرار ستتغير عالميا إذا امتلكت إيران هذا السلاح كشف أن إسرائيل أحبطت مخطط إيران لنشر مئات الصواريخ في سوريا مشيرا إلى أن لدى تل أبيب المزيد مما يجب أن تفعله بشأن الوجود الإيراني في سوريا دعونا نتابع السلاح النووي هو أكبر تهديد محتمل ستتغير عملية صنع القرار بالكامل لجميع اللاعبين في العالم تماما بمجرد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا للأغراض العسكرية لقد تحسن مستوى استعداد إيران لكن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي أوامر ضد نووي إيران وسيلتزم بالمهام الموكلة إليه وقمنا بالفعل بإحباط مخطط إيران لنشر مئات الصواريخ في سوريا ولدينا المزيد مما سنفعله كخافي شدد على ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتهم في الشرق الأوسط ضمن رؤية شاملة إلى جانب الملف النووي مشيرا إلى أن إيران كثفت من أنشطتها المزعز على الاستقرار في السنوات الأخيرة أيضا نتابع يجب أن ينظر إلى إيران من خلال رؤية شاملة تتجاوز الحدود الجغرافية للبلد المسمى إيران أولا وقبل كل شيء هو التهديد المحتمل للقدرة النووية العسكرية وبجانبها هناك قضيتان رئيسيتان أخريان يجب الانتباه لهم جميع أنشطة الوكلاء الإيرانيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه في أفريقيا وأماكن أخرى إلى جانب القوات العسكرية والبنية التحتية الإيرانية في لبنان وسوريا التحركات الإيرانية حملة متعددة الأبعاد جوية وبحرية وبرية وسبرانية في المنطقة كلها من يظن أن هذه الحملة تجري فقط على الأراضي السورية فهو مخطئ إنها تحتضن الشرق الأوسط بأكمله على مستويات مختلفة وهي حملة تم تكثيفها في السنوات الأخيرة المزيد ينضم إلينا من القدس شلومو جانور المحلل السياسي أبدأ معك من تصريحاتكو خافي وتفسير لما ذكروا قال أن عملية صنع القرار ستتغير عالميا لجميع اللاعبين عن من يتحدث هنا عن لائحة الأصدقاء أم الأعداء يبدو أننا فقدنا الاتصال مع شلومو سنحاول العودة إليه في سياق هذه النشرة ونكمل إلى ملف الاحتجاجات المتصاعدة في إيران وصف الرئيس الإيران إبراهيم رئيس المتظاهرين الإيرانيين بالأعداء وهددهم بمعاملة قاسية وتوعد رئيسي في كلمة له في حفل حكومي بجامعة طهران أمام أعضاء البسيج المعارضين بعدم الرحمة كما اتهم الرئيس الإيراني وسائل إعلام بطورط في الاحتجاجات والترويج للجهل كما هدد مؤسسات إعلامية ناطقة بالفارسية في الخارج تأتي تهديدات رئيسي بعد إعدام اثنين من المتظاهرين فيما يواجه العشرات من المحتجين المعتقلين خطر الإعدام ومنذ اندلاع الاحتجاجات قتل النظام الإيراني ما لا يقل عن 500 متظاهر بالرصاص الحي ونفذ اعتقالات واسعة طالت الصحفيين أيضا وكانت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت أن القضاء الإيراني أعدم 565 شخصا بما فيهم 11 امرأة و5 أطفال بحسب تقرير المجموعة فإن تنفيذ أحكام الإعدام ارتفع بنسبة 88% مقارنة بعام 2021 وقد شهد صدور هذه الأحكام نموا بنسبة 8% في الشهر الماضي فقد تم إعدام شبين يبلغان من العمر 23 عاما بعد تأكيد الحكم من قبل المحكمة العليا أحدهما كان مجيد رضا رهنورد والذي تم إعدامه علانا في مشهد ودون علم أسرته مع تأكيدات تقارير المنظمات الدولية والحقوقية بمقتل أطفال عياد الأمن الإيراني خلال قمع الاحتجاجات الشعبية انتشر مقطع مصور لميثام ميرفلك وهو يبكي ولده البالغ من العمر 10 سنوات والذي قتل برصاص الأمن الإيراني قبل 40 يوما نتابع مشاهدين منعت عائلة أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي من السفر بعد أن كانوا متجهين من طهران إلى دبي حدث غير مسبوق عشته هذه العائلة عائلة داني أو دائي والذي لفت انتباه السلطات الإيرانية مؤخرا لدعمه الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي اندلعت منذ أكثر من ثلاثة أشهر معلومات نقلتها مصادر إعلامية إيرانية أفادت بأن رحلة شركة مهان كانت متجهة إلى دبي وتقل زوجة وابنة علي دائي أجبرت على الهبوط في مطار كيش جنوبي إيران قال شهود عيان إن قوات الأمن اقتحمت الطائرة بعد هبوطها أجبرت أسرة اللاعب الشهير على النزول بحجة أنها ممنوعة من مغادرة البلاد حتى الآن ليس هناك أي إثبات على صدور أمر قضاء بالفعل لمنع السفر وردا على إجراء النظام الإيراني قال علي دائي إنه إذا كانت عائلته ممنوعة من المغادرة بالفعل لكان جهاز الجوازات التابع للشرطة في إيران قد اكتشف ذلك قبل صعود زوجته وابنته إلى الطائرة على كل نوع بعد ثلاثة أشهر من إعلان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه سيوفر خدمة الإنترنت للمحتجين في الداخل الإيراني عبر خدمة ستارلينك للأقمار الصناعية في سبتمبر الماضي أكد ماسك أن شركته تقترب من حيازة مئة جهاز ستارلينك يعمل في إيران حاليا نتابع الإنترنت صوت الاحتجاجات في إيران الذي يصل الصداه إلى العالم رغم محاولات النظام إسكاته هذه المرة من الفضاء مئة محطة استقبال أرضية لخدمة الإنترنت المؤمنة عبر شركة ستارلينك للأقمار الصناعية تعمل في إيران حاليا هذا ما أعلن عنه رئيس شركة سبيس إكس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تصريح ماسك جاء كارد على تغريدة لأحد المستخدمين في تويتر نشر فيها مقطع فيديو قال إنه التقط في شوارع إيران معتبراً أنه الآن توجد حرية أكبر للنساء في اختيار ما إذا كنا يردنا تغطية شعرهن أم له إعلان ماسك عن المئة جهاز التي تعمل بالفعل في إيران تأتي كإفاء بالوعد كان قطعه في سبتمبر الماضي إذ أعلن حينها أنه سيعمل على إتاحة الأنترنت عبر شبكته للأقمار الصناعية في إيران في وقت تفرض فيه السلطات المزيد من القيود على الإنترنت لمنع إيصال صوت المتظاهرين إلى الخارج وستعمل خدمة النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية في مساعدة الإيرانيين في الالتفات على قيود الحكومة المفروضة للوصول إلى الإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي وسط الاحتجاجات وهو ما سيسكل مصدر ضغط جديد على النظام الإيراني وهذه عودة مشاهدين للعنوان الرئيس في نشرة الخامسة وتصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية التي تحدث فيها عن أن السلاح النووي الإيراني هو التهديد الأول بالنسبة لإسرائيل أيضا تحدث عن إحباط إسرائيل لمخطط إيراني لنشر أكثر من مئة أو مئات الصواريخ في سوريا إضافة لنقطة كنت قد بدأتها مع الحديث مع ضيفي من القدس شلومو جانور المحلل السياسي قبل أن ينقطع الاتصال وسألته بهذا الإطار عن فحوى ما ذكره رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية عندما قال بأن عملية صنع القرار ستتغير عالميا بحال حصلت إيران على هذا السلاح النووي وذلك لجميع اللاعبين والسؤال هنا أعود وأكرر عن من نتحدث هنا عن لائحة الأصدقاء أم الأعداء شلومو الخامسة مستمرة فيها لكن بعد الفاصل في حدث نادر الكويت تشهد تقاص تساقط البرد في عدد من المناطق أهلا بكم مجددا إلى الخامس انتقدت سفيرة الحكومة الأفغانية السابقة لدى النمسا منيزا بختري انتقدت مسؤولي بعثة الأمم المتحدة هناك في أفغانستان قالت بختري أن مسؤولي بعثة الأمم المتحدة هناك يحاولون تبيض صفحة طالبان وتطبيع العلاقات معها من خلال تضليل الرأي العام العالمي كما اتهمت البعثة الأممية بالوقوف ضد الشعب الأفغاني بتقديم تقارير غير عادلة تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ذلك أدانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيادة القيود على حقوق المرأة في أفغانستان قال مفوض حقوق الإنسان فولكر تيرك أنه لا يمكن لدولة أن تتطور أو تبقى على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مع استبعاد نصف سكانها وأشار إلى أن القيود التي فرضتها طالبان ضد النساء لا يمكن استيعابها ولا يؤدي ذلك إلا إلى زيادة معاناة جميع الأفغان وستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان أضاف أيضا أن حضر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية سيحرمهن ويحرم أسرهن من الدخل ومن حق الإسهام بإيجابية في تنمية البلاد وفي أفغانستان أيضا منظمات الإغاثة تعلق عملها في أفغانستان اعتراضا على هذا القرار قرار طالبان منع آلاف السيدات من العمل في قطاع الإغاثة وثمانية وثلاثون مليون يواجهون مخاوف الجوع في التفاصيل حذرت القائمة بالأعمال الأمريكية في أفغانستان من أن قرار طالبان سيؤدي إلى المجاعة وجاء في بيان مشترك صادر عن منظمات أنقذ الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين وكير أنه سيتم تعليق برامج الإغاثة بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان وطالبت هذه المنظمات بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساون العمل على تقديم المساعدات التي تنقذ الأرواح في أفغانستان فيما وصل عدد المؤسسات الإغاثية التي جمدت عملياتها احتجاجا على قرار طالبان إلى ستة حتى هذه اللحظة المزيد ينضم إلينا من كابو المراسل العربية عبدالله نادر أهلا بك عبدالله سمح لي أن أبدأ بقراءة بتصريحات سفيرة أفغانستان في النمسا السابقة انتقدت فيها الأمم المتحدة البعثة الأممية اعتبرتها تقوم بالتطبيع بالتضليل إلى آخره هل تتلمسون هذا على الأرض؟ عن ماذا تتحدث؟ نعم من الممكن أن تكون هناك انتهاك لحقوق البشر وكذلك انتهاكات أخرى في الأراضي الأفغانية لأن الأراضي الأفغانية شاسعة وليست هناك مؤسسات مستقلة أو دولية أممية تستطيع أن تحتوي هذه المناطق بأكملها فالمنظمات الدولية والمنظمات الأممية تتواجد فقط في المدن الكبرى كالعاصمة كابل ومدينة هيرات في المقاطعات الغربية ولكن عبدالله عندما تتحدث اسمح لي هي تتحدث عن نوع من التضليل حتى في التقارير بمعنى آخر وكأنها تقول بأن ذلك بشكل مقصود أنت تقول عكس ذلك أنها غير قادرة على الوصول لتغطية كل ما يحدث على الأرض الحقيقة هي أن المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية لحد الآن ومنذ أربعين عاما لم تستطع استيعاب واحتواء القضايا البشرية والانتهاكات الجسدية التي تقع في الأراضي الأفغانية أما ما تقصده هذه السفيرة فمن الممكن أنها قرأت وتابعت هذا الملف ليس لدي معلومات أضيفه حول هذه التصريحات اعتينا معلومات عما يحدث على الأرض وتأثير قرار طالبان وأيضا بالمقابل كراد فعل تعليق العمل قبل بعض المنظمات على وضع الناس على الأرض نعم إذا استبر هذا القرار في تعميله فإن ملايين من الأفغاني سوف يتضررون من بغبة هذا القرار فيما تقول الأمم المتحدة بأن لديه برامج خدمة لتسعة عشر شخص أفغاني بينهم أكثر من عشرة ملايين طفل وهذا العدد الهائل سوف يتضرر من هذا القرار الذي اتخذته طالبان مؤخرا بعدم العمل السيدات في المنظمات الدولة وفي منظمات الأمم المتحدة فيما تقول منظمة يونسكو منظمة الأمم المتحدة للطفولة بأن هذا القرار يخلق مشاكل كثيرة في التقديم وإيصال الخدمات للأسر والأطفال الأفغانية وكتبت الليلة الماضية منظمة أطباء بلا حدود على صفحتها في تويوتر بأن هذه المنظمة بدأت تنشطتها في الأراضي الأفغانية منذ أكثر من أربعين عاما ولكنها أكدت كذلك بأن هذه المنظمة ليست قادرة في إيصال وتقديم الخدمات الصحية في أفغانستان دون مشاركة المرأة وتعتبر أو تعتقد منظمة الأمم بعثة الأمم المتحدة يونمى في أفغانستان بأن ملايين من الأفغان المستضعفين سوف يتأثرون من هذا القرار سلبا فيما نظم عدد من ممثل المنظمات الأممية والدولية اجتماعا وجلسة مع القائم بأعمال الصحة الأفغانية قلندر عباد وطالب هؤلاء الممثلون طالبان بالتراجع من هذا القرار لأن الخدمات وخاصة الخدمات الصحية لا يمكن تقديمها دون مشاركة النساء بحسب هؤلاء الممثلين من كابل المراسل العربية عبدالله نادر شكرا جزيلا لك إلى الملف الأوكراني الآن قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة أن بطريات باتريوت الأمريكية ستكون جاهزة للعمل في أقل من ستة أشهر وزير الخارجية الأوكراني جدد رغبة بلاده في عقد قمة دولية في غضون شهرين لإنهاء الحرب مؤكدا الدعوة لمحاكمة روسيا عن جرائم الحرب قبل أي مفاوضات كما قال نهدف إلى قمة دولية في نهاية فبراير عندما تدخل الحرب عامها الثاني فكرة صيغة السلام ستكون ذات شقين أولها عدم السماح لروسيا بالتلاعب بقضية السلام لأنهم يقولون باستمرار إنهم مستعدون للمفاوضات وهذا غير صحيح لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت العكس تماما أما الشق الثاني هو محاكمة روسيا عن جرائم الحرب وتفاعلا مع الدعوة الأوكرانية لعقد قمة سلام مع روسيا قالت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرت قالت إنه لي توسط في حل الأزمة الأوكرانية إلا بموافقة جميع الأطراف بما فيها روسيا المزيد معنا من كيف مراسل العربية حذيفة عادل أهلا بك حذيفة بداية آخر التطورات الميدانية نعم تحياتي يعني إذا تحدثنا عن جبهات القتال فالمحاور الثلاثة في بدونسك هي المشتعلة هي محور باخموت ومحور أفديفسكي ومحور ليمان وفي منطقة لوقانسك المحور المشتعل هو محور كوبينسك وهي المدينة التي يحاول الآن الجيش الأوكراني الوصول والسيطر عليها وقال جيداي سرقي جيداي حاكم المقاطعة قال أنهم اقتربوا من السيطرة على هذه المدينة وقال أيضا أن مخاوف الجيش الروسي من السيطرة الأوكرانيين على هذه المدينة أنه سيكون اختراق كبير للجيش الأوكراني في خط الدفاع الجيش الأوكراني في منطقة لوقانسك وذلك سيسبب خسائر كبيرة للجيش الروسي بعد ذلك نسبة لأنه سيكون هناك إمكانية للتقدم نحو منطقة ليستشانسك وبرجانسك وهذه المناطق التي كانت تم السيطرة عليها سابقا من قبل الاتحاد الروسي طبعا أيضا في منطقة زبروجة تشهد عمليات قصف من قبل الاتحاد الروسي تم قصف المنطقة وتم تنفيذ 44 ضربة صاروخية بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في الـ 24 ساعة الماضية وتم عملية اشتباك وإطلاق نار على كامل خط الجبهة في باخمود وماذا فيما يتعلق بالكهرباء والمياه أيضا حديثة؟ نعم طبعا الوضع متأزم جدا فيما يخص الكهرباء الإمداد الكهرباء في جميع المدن الأوكرانية دون استثناء قد يكون الغرب الأوكراني أقل تضررا درجة ولكنه يعاني أيضا طبعا من قطوعات طويلة جدا للكهرباء وضرر في الشبكة وطبعا انقطاع الكهرباء يمتد إلى انقطاع في التدفئة وفي المياه وسوء في الخدمات سواء كان الاتصالات وغيرها لذلك الوضع مأساوي سواء كان في الغرب الأوكراني أو في وسط طبعا العاصمة كيف أيضا تعاني معاناة كبيرة جدا شمال البلاد منطقة شرنيغف هناك قرى كاملة لم يعود التيار إليها منذ الهجوم الأخير وجاري العمل على استعادة التيار في تلك المناطق وطبعا المنطقة الأسوأ والمعاناة الأكبر في الشرق الأوكراني كلما اقتربنا من خط النار هناك أيضا قرى كاملة تعيش دون كهرباء دون مياه دون غاز دون تدفئة ذلك لقربها من خط النار وصعوبة إمكانية الوصول إليها استمعنا قبل قليل إلى رد الفعل الأممي تحديدا المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول الدعوة الأوكرانية لعقد مؤتمر سلام قال الأمين العام بما معناه بأنه لن يتوسط إلا بموافقة جميع الأطراف كيف تتفاعل كيب أو أي ردود فعل على هذه التصريحات صحيح هذا أمر شائك ويحتاج إلى شرح كبير طبعا الجانب الأوكراني يتحدث عن صيغة سلام أوكرانية هذا ما ينظر إليه المراقبون بأنه أشبه بشروط استسلام يعني المحللين اليوم هناك لا يوجد حديث سوى هذا الموضوع أنه الصيغة الأوكرانية والصيغة الروسية هما صيغتا تعنت من الجانبين وهي صيغ استسلام كامل وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا بهزيمة أحد الطرفين على أرض المعركة طبعا ديمتري كوليبة قال أنهم سيعقدون هذه عازمون على عقد هذه القمة في نهاية فبراير بصيغة سلام أوكرانية علق على ذلك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في خطابه اليومي للشعب الأوكراني وقال أنه سعيد أنه وجد أنه ينظر لصيغة السلام الأوكرانية بشكل إيجابي وقال كلما أسرعنا في تنفيذ بنوت صيغة السلام الأوكرانية كان ذلك أكثر أمانا لأوكرانيا وللغرب ولكن أتى أيضا التعليق الأول من قبل الاتحاد الروسي ديمتري بوينياسكي وهو العضو المنتدب الدائم للروسيا في الأمم المتحدة قال ابتداء أشار إلى رغبة أوكرانيا في استبعاد روسيا من مجلس الأمن وقال أي صيغة السلام يمكن أن تكون بدون روسيا وأي قمة يمكن أن تعخذ بدون روسيا من كييف مراسل العربية حديفة عادل شكرا جزيلا لك ومشاهدين ننقل لكم هذه الصور التي تصلنا الآن مباشرة من مدينة بفلو في ولاية نيويورك الأمريكية كما نشاهد من خلال هذه الصور العاصفة الثلجية تتواصل ونلاحظ أيضا أن المدينة تعاني من شلل تام طبعا المعلومات التي وردتنا تتحدث عن أناس علقوا بالثلج في سياراتهم طبعا هناك عدد من القتلى أيضا عدد من الإصابات انقطاع في التيار الكهرباء وأيضا في الماء إذن شلل كامل يصيب هذه المدينة مدينة بفلو في نيويورك بسبب تراكم الثلوج وطبعا وصفت هذه العاصفة بأنها الأقصى التي تمر على البلاد أدت إلى إغلاق المطارات تأجيل رحلات وإلغائها وأيضا إلى قطع الطرقات الرئيسية من منطقة إلى أخرى وكما نشاهد هذا الشلل التام في هذه المدينة الآن لا سيارات لا حركة للناس لا كهرباء لا تدفئة نعود إلى الملف الأوكراني حيث يرى خبراء عسكريون أن القوات الروسية ستبدأ استراتيجية عسكرية جديدة في الحرب التي تخوضها على الأراضي الأوكرانية تبدأ مع انتهاء فصل الشتاء الاستراتيجية المتوقعة تتمثل في محاولة إسقاط العاصمة كييف مع تقييد الهجمات الأوكرانية في إن كان خار كييف وخيرسون إلى جانب التركيز على إحكام السيطرة على كامل إقليم الدومباس التفاصيل في هذا التقرير ميدان المعركة الروسية الأوكرانية مشتعل في تصعيد مستمر منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي ثلاث مراحل تنوعت فيها أشكال واستراتيجيات القتال من قبل الجيش الروسي ومرحلة الرابعة على وشك البدء وفق خبراء المرحلة الأولى هي التي تعثر فيها الجيش الروسي في كييف وشيرنيهيف والمرحلة الثانية هي التي تحول فيها القتال من كييف إلى إقليم دومباس أما المرحلة الثالثة فهي استعادة أوكرانيا لخار كييف ومدينة خيرسون في جميع تلك المراحل قاتل الجيش الروسي بالخطوط الخارجية على جبهة ممتدة من كييف شمالا إلى خيرسون جنوبا مواجها مشاكل نقص الإمداد وغياب القيادة الموحدة لكل الجبهات القوات الروسية ستبدأ مرحلة رابعة بعد ذوبان ثلوج الشتاء وهدوء عواصفه أبرز ملامحها قد تكون العودة إلى إسقاط العاصمة كييف عبر بيلاروسيا مع تقييد الهجمات الأوكرانية في خار كيف وخيرسون والتركيز على إحكام السيطرة على كامل إقليم دومباس مع محاولة استرداد الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني في الأقاليم الأربعة التي ضمها الرئيس بوتين وخصوصا زابوريجيا وخيرسون وجه جديد للمعارك قد يشهد كذلك دخول بيلاروسيا إلى المعادلة خاصة أن بعض المؤشرات تقول إن روسيا بدأت إرسال قوات المدرعة إليها مع نشر منظومة صواريخ S-400 والصواريخ الباليستية من نوع اسكندر ملوك الشيخ العربية مشاهدين ننقل أيضا هذه الصور التي تأتينا الآن أو وردتنا قبل قليل لحريق في مصفات لاناز النفطية على طريق أربيل في منطقة الكويرة بالعراق إذن تصاعد للدخان حتى الآن لم تتم السيطرة على هذا الحريق الذي اندلع في هذه المصفات في أربيل عاصمة كردستان طبعا الحرائق هناك ليست جديدة كان في شهر خمسة أيضا اندلاع لحريق ولكن في ذلك الوقت كان بسبب استهداف لعدد من الصواريخ لمصفات نفط في أربيل بشمال العراق وفي حينها أدى لاندلاع حريق بأحد خزاناته وهذه صور لليوم ولهذا الاستهداف الجديد أو للحرائق الجديدة لا نعلم الأسباب الحقيقية حتى الآن وإن كان هناك أي خسائر بشرية أو أي تفاصيل أوفى حول سبب اندلاع هذا الحريق طبول الحرب تقرأ على الحدود بين صربيا وكوزوفو الرئيس الصربي وضع الجيش في حالة تأهب تام وزاد عدد الجنود من 1500 إلى 5000 جندي بذريعة أن كوزوفو تسلح الألبان دعونا نتابع مشهد يشبه إلى حد كبير مشهد حج القوات الروسية على الحدود الأوكرانية لتشتعل الحرب بعدها تأهب قتالي كامل على الحدود بين صربيا وإقليم كوزوفو في تصعيد جديد من نوعه بعد أن أمر الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيج بوضع القوات الصربية في حالة التأهب ليرتفع عدد الجنود من 1500 جندي حاليا إلى 5000 بيلجراد تتذرع بمخاوف تسليح ألبان كوزوفو متمسكة بحماية المواطنين في صربيا بعد نشر وسائل الإعلام أخبارا عن شن هجوم على المناطق الصربية شمالية كوزوفو أود أن أبلغكم أننا في وضع صعب بالفعل لكننا سنبذل قصار جهدنا وسنحرص على حفظ السلام والاستقرار ليس ذلك فحسب بل سنعمل على حماية شعبنا في شمال كوزوفو وميتو هي بعد تسليح ألبان كوزوفو ورفع استعدادهم القتالي سأتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا وحماية صربيا دعوات من النيتو والاتحاد الأوروبي للتهديئة وعدم الاتجاه نحو التصعيد تتجاهلها بيلجراد لكن الكتلة الأوروبية حذرت من أي عواقب لعمل عسكري أما بريشتينا فلم ترد على مزاعم الهجوم على صربي كوزوفو إلا أنها كانت قد اتهمت الرئيس الصربي بممارسة الألعاب بهدف إثارة المتاعب توترة هي وليدة سنوات طويلة من النزاع بين الطرفين إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا زادت من مخاوف إثارة البركان شبه الخامد بين صربيا وكوزوفو لتكون أبسط الشرارات التي ظهرت مؤخرا كإلقاء القبض على شرطي سابق من قبل سلطات كوزوفو وتحديد بريشتينا موعد الانتخابات المحلية كفيلة بإشعال نار الحرب إيفا عمر العربية في الخامسة ولكن بعد قليل عصفة القرن الثلجية تواصل ضرب الولايات المتحدة وولاية نيويورك الأكثر تضرورا أهلا بكم مجددا إلى الخامسة طلبت قوات حفظ السلام الأممية في لبنان بمحاسبة الجنات في مقتل الجندي الإيرلندي ذلك بعد أن أعلن الجيش اللبناني اعتقال المشتبه به بمقتل الجندي الإيرلندي ضمن قوات حفظ السلام الأممية في لبنان اليونيفل وكانت مصادر أمنية لبنانية تحدثت منذ أيام عن تسليم ميليشيا حزب الله لمشتبه به بحادثة الاعتداء على قوات اليونيفل في العراق أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول لاستمرار في نشر القوات لمسك الخط الصفري على الحدود بين العراق وكل من سوريا وإيران وأيضا تركيا مشددا في تصريحات للعربية على الدفاع عن سيادة العراق ورفض استخدام أراضيه لتهديد أي دولة جارة ووجه سيد القادة عن قوات المسلح بمسك قيادة قوات الحدود الخط الصفري على الحدود العراقية التركية وأيضا وجه بتعزيز هذه القيادة بكل ما تحتاجه من أشخاص ومعدات وكل الدعم اللوجيستي كذلك مسك المخافر الحدودية وزارة الداخلية أخذت على عتقها بمتابعة مقبل سيد معالي وزارة الداخلية هذا الموضوع أعتقد خطوات كبيرة كانت بعملية مسك الخط الصفري وأعتقد هذه النقطة مهمة جدا هو أن نمسك هذه الحدود والخط الصفري وفي نفس الوقت ندافع عن سيادة العراق وفي نفس الوقت لا نقبل أو نؤيد أن تكون الأراضي العراقية منطلق القيام بأي عمل إرهابي باتجاه أي دولة جارة تشهد وكلات السياحة والأسفار في الصين إقبالا واسعا من طرف المواطنين قبيل إعادة فتح حدود البلاد بعد أن قررت الحكومة إلغاء القيود المرتبطة بفيروس كورونا في وقت تواصل فيه البلاد تسجيل مستويات قياسية في عدد الإصابات التي تخطت تعتبت المليون إصابة في اليوم في بعض المناطق السفر بعد جائحة كورونا وبدون إجراءات احترازية حلم انتظره الملايين من الصينيين تحديدا ثلاث سنوات صعبة وطويلة مرت بها البلاد التي كانت بؤرة للوباء الذي غير مجرى حياتهم وحياة العالم بأسره بعد أسابيع فقط من تخلي بكين عن سياستها الصارمة لاحتواء الوباء والتي صحبها تسجيل معدلات قياسية في الإصابات إجراء جديد تم اتخاذه في خطوة أيضا لامتصاص الاستياء الشعبي من الإغلاقات تمثل برفع قيود السفر والتنازل على الاختبار والحجر الصحي للمسافرين خصوصا الوافدين إلى الصين جائحة كورونا لم تنتهي بعد ستواصل الصين تعديل سياسة التأشيرات للأجانب بطريقة علمية وديناميكية اعتمادا على تطور الوضع الوبائي لا مزيد من الإجراءات المرهقة لكل المسافرين والوافدين للصين فشركات السياحة والسفر وبمجرد إعلان الحكومة عن هذا القرار عرفت إقبالا كبيرا قبيل إعادة فتح حدود البلاد في الثامن من يناير للعام المقبل لقد كنت متحمسا للغاية عندما سمعت الخبر كان غير متوقع كنت أتطلع إليها كنت أسافر كثيرا وأنا متعطش للسفر أعتقد أن العديد من الأشخاص قد أوقفوا خطاط السفرهم لسنوات لذلك ستكون هناك زيادة هائلة في عدد الأشخاص المسافرين إجراء سرعان منعكس إقبالا على مواقع السفر وأظهرت بيانات منصة السفر سيتريب تضاعف عمليات البحث عن وجهات السفر في غضون نصف ساعة فقط من تداول خبر رفع قيود الحجر الصحي وتصدرت تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية الوجهات الثامن من يناير من العام المقبل يمثل خطوة حاسمة لإعادة فتح الصين أمام العالم وهنا سيتمكن القادة الأجانب مرة أخرى من السفر إلى بكين دون أن ينحصر في فقاعة صحية خطوة كبيرة اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء الاستياء الشعبي وبحث السياحة من جديد وأيضا لتدارك الأضرار الاقتصادية المستمرة منذ العام 2020 والتي تسببت في ركود لم يسبق له مثيل في الاقتصاد الصيني أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم تجديد الضوابط الحدودية للقادمين من الصين ابتداء من الثلاثين من ديسمبر كإجراء احترازي طبعا بسبب انتشار الفيروس وتزايد الإصابات بالفيروس هناك في ظل التقارير المتعلقة بالانتشار السريع للعدوى في الصين تتباين المعلومات الواردة من السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الخاصة إلى حد كبير هناك مخاوف متزايدة في اليابان بالنظر لهذا الموقف قررنا اتخاذ إجراء طارئ مؤقت حيال القادمين من الصين وسيدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة صباحا من الثلاثين من ديسمبر عن هذه النبذة عن توقعات روسية صادمة لعام عشرين ثلاثة وعشرين التوقعات جاءت على لسان ديمتري مدفيدف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس البلاد سابقا الذي أوضح أن الغرب سيواجه مشكلات كبيرة خلال الفترة المقبلة دعونا نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في أخبار تويتر ذكرت شركة هاتسون روك الإسرائيلية للمعلومات السيبرانية أن أحد قراصنة البيانات نجح في اختراق منصة التواصل الاجتماعي تويتر قالت بأنه تمكن من الاستيلاء على بيانات حوالي أربعمائة مليون مستخدم ليعرضها للبيع على ما يعرف بدارك ويب كما أشارت إلى أن البيانات المسروقة تشمل بيانات خاصة بمستخدمين مشهورين من أبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ووزارة الإعلام والإذاعة الهندية والممثل الهندي الشهير سلمان خان من الارتفاع الحاد في الأسعار إلى الحرائق الواسعة برورا بعهد الملكة إليزابيث الثانية التي ودعها حوالي 250 ألف شخص في كاتدرائية ويستمينستر شهد عام 2020-2022 الكثير من الإنجازات في كسر الأرقام القياسية من أبرزها نتج عن الحرب الأوكرانية والتي دفعت أسعار الغاز بأوروبا إلى مستوى غير مسبوق فتسارع التضخم إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت الأسعار بمنطقة اليورو بمعدل سنوي قدر 10.7% طبعا هو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر في عام 1997 الصراع في أوكرانيا أدى أيضا إلى أكبر تضفق للاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع مغادرة أكثر من 6 ملايين شخص من أوكرانيا تجاه الدول المجاورة وعلى صعيد المناخ شهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حرا فيما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار وهو أمر أيضا غير مسبوق هذا العام أيضا استعرضت كوريا الشمالية عضلاتها العسكرية حيث أطلقت عددا قياسيا من الصواريخ باتجاه بحر اليابان منها 23 صاروخا في غضون 24 ساعة الشهر الماضي تزايدت الإنجازات وتكاثر معها عدد سكان العالم ليتجاوز 8 مليارات نسمة ما اعتبرته الأمم المتحدة نموا غير مسبوق وبثروة قدرت بأكثر من 199 مليار دولار تصدر إيلون ماسك قائمة أغنى أثرياء العالم وهذه وقفة مع أبرز أحداث أغسطس هذا العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي أخبار موجة التقص السيئة التي تضرب المنطقة شهدت الكويت تساقط البرد في عدد من المناطق لعل من أبرزها منطقة ميناء الشعيبة في العاصمة اشتركوا في القناة الى سلطنة عمان التي شهدت مناطق عدة فيها ومنها العاصمة مسقطه طول أمطار متفاوتة متفاوتة الغزارة بداية من صباح هذا اليوم ما أدى لتعليق الدراسة في العاصمة تشير التوقعات الى استمرار تأثر أجواء السلطنة بأخدود جوي حتى صباح الخميس المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن عمان الى تابوك شمال الغرب السعودية التي تضرب موعدا سنويا مع السلوج دعونا نشاهد أيضا هذه الصور من تساقط السلوج على جبال اللوز ترجمة نانسي قنقر مشاهدينا الخامسة انتهت ولكن أترككم الآن مع هذه الصور للعاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة مشاهدينا ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر